بسم الله توكلنا الله النهاردة امبر 10 معنا البشماندس الاساز الجميل عمر الجندي احكي لنا قصة كفاح جميلة جدا جدا انا وعمر الحقيقة اصحابه من فترة كبيرة جدا ومن دواعي سروري بجد ان انا اطلع النهاردة مع عمر ونتكلم على القصة بتاعته من نقلته الكندا والمراحل الكتير اللي عادة بيها انا متأكد ان الفيديو ده يعني هياجب ناس كتير جدا وحيحسوا ان شايفين نفسهم فيه في البداية بشكرك عمر على ان انت بتعمل معي الفيديو ده وعايزين تعرف على العمر كلمنا مين عمر الجندي ونفش في الرحلة عمر الانسان بيقول ايه العمر اولا بسم الله الرحمن الرحيم اشكرك جدا 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 والشرف لي يا احمد بجد واني اكون جزء من المجهود الرهيب اللي انت بتعمله وانك بتباس المسج دي لكل اللي محتاج يدور او محتاج سابورت في الرحلة بتاعت سواء كانت الهجرة سواء كانت البحث عن العمل او كلام ده كله فبجد انا بشكرك نيابة عن اي واحد بيستفيد بالفيديوهات دي وانا كنت من الناس اللي استفادت من السابورت والدعم والحاجات اللي انت بتقدمها شخصيا فبجد جزاك الله عنا كل خير واشكرك مرة تانية ومرسي ان انت عدت قديمة الحلوة دي ومش عارف ليه وحسستني النهار ده ان انا رجل مهم باختصار انا اسمي عمر الجندي وكنت باشتغل في مصر التهران 15 سنة اشتغلت من اول flight attendant او مضيف جوي وبعد كده دخلت في الoperation ودرست شوية بزنس فطورت شوية في مجالي خلصت 15 سنة كنت مدير مكتب الفني الرئيس مجلس الادارة تخصص اكتر في حتة الbusiness consulting او الbusiness project بتاعت الشركة بشكل عام فلما جيت كندا كنت متخيل ان انا هيبقى المجال مفتوح بالنسبالي كندا هي اصل السياحة والتهران والاياتة نفسها موجودة في كندا فكان بالنسبالي ما كانش حتى في خيالي ان انا دور على شغل اب لما اجي فلما بروح الاقي الشغل مرمي على الباب وكانت الصدمة لما قدمت في كذا مرة وفي كذا شركة لا ما عليش حرطك احنا عايزين canadian experience احنا عايزين مش عارف ايه فلقيت ان انا قدام حل من الاثنين اما انا اقبل بان انا اترانسفر او ان انا ابدأ من اول وجديد في نفس المجال بتاعي او ان انا خلاص المجال بقى مفتوح ان انا ما قدرتش اعمل ترانسفر لالexperience بتاعتي من شغلي القديم لكندا فابتدى يبقى المجال المفتوح ففتحة المجال قوي دي بزيادة كنت شايفها فترة من الفترات انها ايه ده ده option قويس قوي ده انت ممكن تعمل اي حاجة على دماغك تيجي في دماغك يعني بس مع الوقت بتكتشف انه challenge by itself ده تحدي بحد ذاته ان انت اروح فين وجب منين فهل تدرس هل تروح تشتغل تبتري في مجال جديد خالص هل تكمل في المجال اللي انت كنت فيه بس ترجع تاني من اول الصد كانت الفترات الكبير جدا ولكن استخدمت فيها تكنيك كان واحد نصحني بيه برضو الالميشن براسس امسك بند بند وحط كده اوكي انا ممكن اروح فين انا ممكن اعمل واحد اتنين ترهاية اربعة طبعا كان على رأسي قائمة لان انا كنت طول عمري غاوي بيزنس فكان برضو فكرة البيزنس من ضمن الاقتراحات اللي موجودة فكانت الفكرة كلها ان انت بتتبع الالميشن براسس تكتف ورقة كده انا عندي عشر احتمالات ممكن اعمله فا اوكي اروح اشتغل في نفس المجال اللي كنت فيه قدمت روح تبتديت طب اه اوكي لا خلاص انا نفسيا مش هادر اعمل ده فيبقى خلاص تشك ما نشوف غيره لقيت ان انا اوكي طب هبدأ في مجال ويعني انا لا اخجل من ان انا اقول ده انا دورت فيه كل حاجة من اول طب هسوق ترك طب اشتغل ميكانيكي طب اشتغل سواء تاكسي طب اشتغل مش عارف ايه كل ده كان من ضمن الحاجات اللي انت بقى خلاص عارف اللي هو مخك بيشت يمين وشمال انت مش عارف تروح فين فابتديت في الالميشن براسس دي وبعدين دخلت فيه مجال جاتلي بالصدفة شغل انا في بنك في موريال انا كنت اعادل اول في مونتريال ثلاث سنين قبل ما جئتوه وبعدين فاشتغلت هناك اشتغلت في الكارد دبارتمنت بتاعتهم وبعدين ايه ده طب ايه المجال ده زريف اوكي اعتى اشتغلت حوالي سنتين هناك وفضل برضو موضوع البيزنس ما كنتش بقى وصلت كملت في بقية الليستة بتاعت الالميشن براسس بتاعتي لحاجات تانية كتير كان مثلا من موضوع الدراسة روحت مجال يونيفورسي وقدمت وعملت الانجليش تاست والكلام ده كله خليني اعمل حكوة السنة ثانية واحدة مثلا الستودين الدفايزر اللي انا قابلته في مجال يونيفورسي قال لي انت عايز تدرس الانبيهي لك فقلت له ودهر على شغل قال لي لأ تجيب الشغل الاول وبعدين تدرس الانبيهي فقلت له هو مش الانبيهي هي اللي بتجيب الشغل قال لي لأ الشغل هو اللي يجيب لك الانبيهي فدي كانت واحدة من النصايح اللي انا تبعتها لاني لقيت وجهة نظره قال لي انت ممكن تلاقي مديرك معوش معوش التعليم اللي عندك دلوقتي فبالتالي لما تروح له بانبيهي مش هياخدك اصلا فلاتر ان فهمت بعد كده كلمة الـ overqualified هي دي اللي هم قصدهم بها ولكن الفكرة كلها ان انا ده ظروف ساعدتني ان انا بقولك ربنا اراد ان انا لقيت شغلانا دي لان برضو كانت فترة طويلة قوي علي ان انا كنت قاعد في البيت ومن very active لان انت قاعد في البيت برضو ناس كتير قوي من الـ new immigrant يخلي بالهم لان رجلك ممكن تتزحلق جامد في حتة الاكتئاب فدي حاجة متوقعة وحاجة كل الناس مرت بيها انا دايما بقول قصة المهاجر سابتة برغم اختلاف التفاصيل يعني انت هتلاقي تسمع نفس قصة من خمسين واحد هتحس ان هي نفس البتن بس كلها تفاصيل مختلفة والغاية النهاردة فدي حاجة كلها متوقعة ودي حاجة كلنا مرنا بيها ودي حاجات كلها يعني ان شاء الله هتاخد وقتها واتعدي سواء كانت بقى بشكل او باخر يعني ما تدورش ما تفكرش ايه اللي ممكن يحصل لان ما فيش حد كان قادر يحدد الاتجاه بتاعه هيروح فين بالضبط فالمهم لظروف عائلية طريقة انقل من مونتريال لقطوة ومعرفتش انقل شغلي فللمرة التانية لقيت نفسي قدام اوكي بس عندي شوية experience بقى فاضطريت برضو اكمل في نفس المجال فجيت هنا اوتوة اشتغلت في سكوشيا بنك برضو في نفس المجال بتاع الكريدي كارد بس فضل بقى الزنان بتاع business 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 ففكرة ان انت هنا ودي نقطة يعني انا عايزة اديها شوية وقت اكتر لان ده سؤال في ناس كتير بيزن عليها السؤال ده اللي هو اكمل في الوظيفة او اللي عمل business وده سؤال خطير جدا لان انت بيبقى دايما التفكير اوكي especially لو انت جيت هنا سنة كبير شوية وبتبتلي من اول وجديد طب هل saving اللي معايا ده انف ان انا اعمل بي retirement طب هل طب الحياة هيبقى شكلها ايه بكرة هل هصرف كل اللي معايا طب مفيش يعني اللي حط فلوسه في بيت واللي حط فلوسه مش عارف ايه لا طب انا عايز حاجة اكسلريت بيها شوية saving او retirement او 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 فانا كان دايما بالنسبة لي او شايف ان الحل هو business الحل في البزنس فدخلت في حطة ان انت اوكي خلاص هلات jump in في البزنس ونعمل 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 لكن fast forward مش عايز اخش في كتير تفاصيل وقعت وقمت ووقعت وقمت في ان انت ما بين البزنس ولا الشغل يعني كفاة يقولك ان انا قدمت استقالتي من سكوشيا دانك عشان اكمل في البزنس وبعدين البزنس بقى فيه stress جامد جدا لان طبيعة البزنس هنا مختلفة عن طبيعة البزنس في مصر او في الخليج مهما ان كان عندك experience في البزنس طلع ان برضو فيه Canadian experience في البزنس طضح ان انت لازم يكون عندك دراية كافية بالماركت هنا لان كل حاجة مختلفة كل حاجة مختلفة الـ customer الـ system التعيين فيه حاجات فيه اعتبارات كتير قوي لازم تحطها في اعتبارك قبل ما تبدأ البزنس اللي هو زي ما بنقول تعلمتها فيه حاجة مختلفة ولكن الحمد لله الواحد تعافى من الوقع وحابب ألست كده شوية من الأسباب اللي خلت الوقع دي تحصل ان انت قبل ما يعني الحتة بتاعة السؤال ده أكمل في البزنس ولا أكمل في الوظيفة خلاص انت دراية قدامك opportunity في البزنس وقدامك opportunity في الوظيفة طيب هروح هنا ولا روح هنا طيب أنا هحاول الـ balance ما بين الاثنين موضوع ده من أصعب ما يكون شبه مستحيل طيب هروح البزنس assuming ان ده هيحصل واحد اثنين ثلاثة ربعة لازم 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 أول سؤال أنا محتاج cash flow كل شهر كام عشان أغطي بيتي أغطي المصاريف اللي وراي بيت وبيزنس وانس ان انت دخلت في عالم البزنس فالبيزنس ده أصبح فرض معك في البيت بقى أصبح جزء من بيتك من حياتك ما تقدرش تفصل اثنين عن بعض فانت لازم تمانيج اللي اتنين اللي هو أنا عندي هنا بجت وعندي هنا بجت أنا هنا بصرف كام أنا هنا بصرف كام والتوتل انكم اللي داخلي كام هتحتاج تشتغل صبح وبعد الظهرة هتحتاج تعمل اللي تعمله بس في الآخر لازم يكون عندك التفكير ده أنا أنا كام بصرف كام في الشهر بيخشي لي قد ايه البيت والبيزنس بيصرف قد ايه ممكن يكون اي source of income يعني مهما من من حد تاني في البيت انت بتشتغل part time انت بتشتغل بتحط تساعات اكتر في البيزنس بس تبقى انت داخل وانت عارف ان البيزنس ممكن يبقى مش هيقدر يشيل مصاريفه للفترة الاولانية عارف ان انا هتطر حط مجهود زيادة اكتر من الطبيعي بشكل خرافي اذا ما كانش ان انا هتطر 60 و70 ساعة في الاسبوع عشان اقدر امانج ما بين شغلي وما بين البيزنس ودايما تسأل what if يعني ايه اللي ممكن يحصل ايه worst case scenario ايه your exit strategy او انت ايه لو حصل مصيبة هخرج منها زيادة ف كان ليه عامل كبير يعني انت الكوفيد برضو كان ليه عامل كبير على البزنس انت عارف ده ده الشاكوش الكبير بقى اللي جي في الاخر ورح تاخ الحمد لله والله بص هي جات الفكرة يمكن انا انا بشتغل في مجال او البزنس بتاعي كان الفكرة ان انا افتح شركة والكونسولتن دي من خلالها اقدر اعمل حاجة جنب الشغل بتاعي ايام سكوشي وبعدين دخلت برضو رجلي تزحلات ودخلت في فكرة الفود بزنس على اساس ان هو كان فرانشايز بسيط واقدر امانج وانسو بس ما كانش برضو الوات اف يعني ما كانش بالشكل عشان كده انا لغاية دلوقتي اجنست فكرة الفرانشايز تماما لان هو بيبيع لك البرودك من وجه نظر لكن انت ما بيبيع لكش الاختري اللي حصل وده اللي خلانا لان الوبراشن كانت مختلفة تماما عن اللي هو قالهولنا في الاول رغم ان البزنس كان كويس بس فيه اوبرهد عالي جدا وفيه اوبراشن صعبة جدا جدا وجه كوفيد طبعا اتل الموضوع تماما فالحمد لله انا درت استغل كوفيد وان انا استغله لمصلحتي وحولت كيتشن لشار كيتشن والحمد لله هي اجزد بزنس الحمد لله دلوقتي وباديفلب البزنس اللي بعده مع في نفس الوقت ان انت برضو في الستيري لاين بتاع الكوربرت جوب اللي بتوفر لك الحاجات فانت هنا البلانس اللي ما بين الاثنين انت محتاج تفجير out البلانس لو انت هتقدر تعمل البلانس ده وهو البلانس بالنسبة للناس اللي مخا ضرب زي حالاتي بيبقى البلانس بتاعي ان انا اشتغل 60-70 ساعة في الزبوع ده البلانس انا مبسوط بدا انا يعني اه اش عايز اقول لك بس بتبقى عندك متعة واستمتاع بان انت بتحاول تبني حاجة فدي نصحتي للناس ان قبل ما تاخد اخد اسأل اسأل الناس كتير اسأل حد دور على حد اسأل السؤال اكتر بيبقى تعرف حد مر بالتجربة دي قبل كده فالنهار ده واحد بيكلمني عايز يفتح مطعم ما هو انا لازم يعني لازم تدور على حد سوري واحد كلمني قال لي في واحد هيسألك وانت انت قلتلي حد ده برضو كان مش عارف عايز يفتح كتشن فمش عارف ايه لا خد خلاص كلم عمر اسأله فهي دي فكرة ان ان انت تدور على حد مر بنفس التجربة دي قبل كده سواء كانت نجحة او خرج او 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 ايه ال experience اللي انت هتخدها بينه بس هيقول لك حاجات ممكن انت ما تكونش عامل حسابك ان انت ممكن تشوفها لما تخش experience دي نفسها فال idea كلها اسأل استشير لازم لازم يكون في دايما يعني فكرة الادفايزر انا دايما بشجع جدا الفكرة دي وبشجع جدا فكرة الpartnership يعني ان انت يبقى في دايما ما تحاول ش تشيل اللود كله لوحدك حاول دايما تdistribute اللود على النتورك بتاعتك على الناس اللي حواليك as much as he can دا برضو هيساعد كتير قوي دي نصيحة تانية جدا مهمة في البيزنس اختار 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 انا انا مش فود انا ما اشتغلش في الفود انا اشتغلش في المطبخ انا باتكلم اي حد دخول المطبخ دا خصة تانية خالص عشان تفتح restaurant لا دا challenge لوحد which is انا تدخل دا لي requirement كتير انا بتكلم على side business بشكل معقول سواء كان شركة technology سواء كان شركة marketing سواء كانت حاجة تقدر تعملها اذا side hustle مع الbusiness مع ال full time job بتاعتك ايا كانت هيا فين وتقدر تbalance ما بين الاتنين بحيس ان انت تقدر لو في potential في الbusiness اللي انت بتعمله يبقى تقدر تكمل ورعه لكن ما قدرتش او مفهوش potential خلاص انت بس دا باختصار لو ننفع كده بس نقسر الرحلة شوية مراحل ونسألك شوية اسئلة كده محددة على يعني القصة الاولية طبعا مونتريال اكيد culture مختلفة شوية عن اونتاري ووتوا وكده ولي بها صعباتها وكبداية كواحد درس جاي جديد يعني لو تكلمنا كده ايه الصعبات اللي قابلتك في اول كم شهر وفي اول كم سنة لحد ما دقيت الشغل وحلتها ازاي يعني لو تركت ازاي بس على الجزئية دي وخصوصا لمونتريال بزاية مصلا انا 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 لما جيت مونتريال انا مكنتش عرف مخلوق بمعنى الكلمة انا اخدت اجرت عربية من المطار ورحت عدت في اوتيل ونزلت الصبح في الاوتيل وقلت لهم بتسكنوا في البلد دي سيريوس فابتدت من هنا فالنقطة التانية او اكتر حاجة استفدتها من المرحلة دي ان انت تعمل مهمة اوي 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 تسأل وتدور وتدور على الناس اللي تنتورك معها بس في الاخر لازم تعمل انت او اكتشفت ان في ناس كتير من اللي بتتكلم على واخدها من حد تاني ومش وراها بس مش كل واحد فينا هيقدر يعمل اللي انا عملته او اللي انت عملته او اللي غير عملي فانا اسألك اه انت جوجل ولا سايد اي اي النهاردة بقم يعني يعرفوا رض عليك احسن مني ومنك فالآيديا كلها انت do your own due diligence do your own homework بس من ايجار البيت لان انت تستبلش حياتك فالأول كم شهر الاولانين وبعدين انت بتري تدور على النيتوركين النيتوركين اهم حاجة محتاج تقبل ايا كان بقى انت عايز تعمل النيتوركين دي فين دور على قهوة دور على مسجد دور على كنيسة دور على ايا كان النيتورك اللي انت عايز تعملها دي فين وتبتري تتعرف الناس برضو انا بحس فيه كتير عندنا فيهم حتة ان هو لازم تقول للناس انك بتدور على شغل لازم تقول للناس ان انت في عندك مشكلة ما انا بدور على عربية انا بدور على شغل انا بدور على حاجة معينة تاني احنا كلنا كنا هذا الشخص فما فيش بحس ان فيه ناس كتير قوي بتبقى حسة بخجل في انها تسأل السؤال ده ما هي دي اللي انا انا بقول لك انا لما بتديت اقول او لما بتديت اشير والله جمعنا بدور على شغل لقيت واحد جاري بيكلمني بيقول لي ده في الشركة الفلانية اتري هو شغال في سوبر ماركت فجال واحد بيقول له على شغلانا فجي يقول لي فانت متعرفش ربنا هيبعتلك ازاي فعشان كده اه لو هنقفل على نفس انت بتقلل النيتورك ريتش بتاعتك فالنيتورك you have to be open up speak it up وفي نفس الوقت يعني انا كان تحدي بالنسبالي في مونتريال كان الفرنش هم رغم ان انا بكلم فرنش بس الشغل او ال professional french يعني هم job requirement بتبقى لازم professional french او professional bilingual فشركات كتير ودلوقتي كيباك اكتر بيفوكس اكتر على موضوع language بشكل aggressive مش عايز اخش في الموضوع بشكل personal لانهما على المستوى الشخصي برضو في level كبير اوي من aggression والdiscrimination والكلام ده لكن انجنرال في كيباك موضوع language لو انت مش 100% french native speaker هتبقى في شوية challenge انت تلاقي شغل في موريال especially لو انت بتدار على professional job فاي حاجة ليها تعامل مع public ماذا لكن هي مع الاسف الحياة هناك أرخص مليون مرة من اوتوا اجمل كتير الاكتيفتي فيها أجمل كتير وده يمكن كان سبب اختيار اوتوا ان هي تبقى بين البنين يعني ما بين تورونتو ما بين مونتريال فساعتين هنا واربع ساعات هنا بس ما تبقاش تماما في الكراود بتاع تورونتو ولا في الهيصة بتاعة مونتريال انت في النص ناس طيب احنا قليلا نقط من من المرحلة الشغل المرحلة الديسجن اللي انت خدته ان انت تسيب الشغل وتبدأ تفتح البزنس يعني طبعا المرحلة دي كان فيها افكار كتير قوي وسترس كتير قوي والقرار ده نفسه مش اي حد يع 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 قرار ده تقيل وبالذات على بيت في اسرة واولاد وبلز ده جاية وكلنا يعني برضو محمن كان اللي معنا يعني هما يعني على قد اللي يغطونا شوية يعني ما ما فيش حاجة زيادة هنا ولا هناك كنا كده على الترانزيشن دي وايه صعوباتها وإذا وانت ترجع بالزمن شوية كنت مثلا غيرت ايه او اتصررت ازاي حلو هاوي سؤال عجبني هي جت الفترة كنت انا شغال في كندا بوست وبعدين شفت البيزنس opportunity دي قلت هي كان فرانشايز بتاع لانش لدي فشفت من برا كده انه ايه الله شكله حل ماشي وبعدين هما بعولي الساعة اتنين وهفيش اي حاجة وبيخش لك في الشهر الـ 5-6-000 دولار الموضوع يعني very simple and easy فاتفرقت على الفيديوهات وكلمت فرانشايزي تانين وبتاع بعولي الفكرة like ان هما بيعملوا الـ بصبع رجلهم صغير كل ده وانا لسه شغال زي مانا فانا قلت خلاص اوكي ينفع ازا وده يبقى كده تمام 24 ارات وانتهى الموضوع بس طبعا كانت الحقيقة في البزنس رغم ان انا عملت ورحت وسألت وعملت ودورت وكنت فاكر نفسي بقى ان انا that's the right decision at this moment فبرضو فكرة انك ما استشرتش او ما سألتش او ما دورتش برضو دي بامفصايز تاني على الموضوع لغاية لما لقيت البزنس لا يعني قدامك حل من الاتنين يتلوز everything from the business perspective او ان انت تسيب شغلك فهنا كانت decision الخسارة اكبر فين يعني عارف انت بتمنيميز الريسك وبتمنيميز الدامج فلو انا خدت الديسيجن بان لا انا هكمل في شغلتي فأنت بتحكم على البزنس بال يعني تدرب دكي كده وتمشي وليه consequences غير عادية انك تعمل الحركة في البزنس ان انت ممكن ما تعملش بزنس تاني في كندا ومن الناحية التانية كان الحل ان انت تعمل بنكربسي للبزنس فده هيبقى في نقطة صودة في تاريخك الشخصي والبزنس وفي نفس الوقت برضو موضوع انت لو سبت الشغل وركزت بس في البزنس ما ده ريسك تاني من ناحية تانية فكان القرار انا هقولك مش سهل على الاطلاق والبالانس كان مستحيل فكان القرار ان لا خلاص لات تفوكس على البزنس وهو بين ان احنا نكبر البزنس الو رجع بيا الزمن انا هاخد نفس القرار تاني وهسيب الشغل وركز في البزنس ولكن هعمل الحاجات اللي انا تعلمتها دلوقتي بعد الاسبرينس الطويلة دي الحاجات اللي انا عملتها احنا بنكلم 2017 الكلام نه فانا دلوقتي تعلمت حاجات عن البزنس وقتها ما كنتش عرف ما كنتش عرف الكنيديان بتاعت البزنس فهي دي النقطة لكن انا ما كانش الغلط في البزنس لكن كان الغلط ان ما كانش فيه حوالية النتورك بتاعت الادفايزر اللي في البزنس اللي يقدروا يساعدوك ان انت تاخد البزنس to the next level فهي دي النقطة انت لو خدت الديسجن انك تجوم into the بزنس مش بس مهم الفلوس مش مهم الفكرة انت مهم مين اللي معاك مين النتورك لان انت لو ما معاكش حد يشيل معاك اللوت ده هيبقى صعب قوي بس لكن انا انا امكان بايس اكتر للبزنس لا بص هو جينز برضو الواحد يعني الناس اللي مؤمن ان مغبوعة البيزن ده مهم جدا وكلنا يعني من الميديا برضو في مصر وكلا وانحنا نبقى مديرين ونروح نقرى برمان هيا الميديا اللي خربت دماغنا فلا وكلنا هذا الرجل يعني طيب كنينة بس بحيث الكنيندي البيزنس دي انا عايزك يعني توضح حالنا شوية لانما يعني بالنسبة للشغل يمكن وابقها شوية انما البيزنس يعني ايه كنيندي البيزنس يعني يعني فهمنا اصدق ايه بالضبط يعني احنا بتوفوج انت بعد اما بتبتلي الـ البيزنس ايه انا انا بس بتكلم عال food business ان انا دلوقتي بقيت اكتر انا بقيت tech business ما بقيتش food business يعني احنا اسمينا food tech business بن نفوكس على المطاعم ول الحاجات دي فب بقيم بس انا فالقصد النهاردة انت انها لما مثلا هديك اكتر الحاجات اللي انا صدمت بيها الhiring والfiring او الstaffing لما تيجي تعمل staffing مفيش كم الورق وكم الliability اللي مطلوبة منك اذا employer ضد الemployees وتعمل ايه ورق والpaperwork واذا ما كنتش انت هتعمل الpaperwork بنفسك هتطر تهير someone تدو وده فلوس كتير تانية وده expenses الزيادة وتلاقي نفسك الله لده طب انا عايز حد part time بس يا جماعة ييجي اه لا لازم تدفعله 4% vacation وتدفعله AI يا جماعة طب انا يعني فانت بتلاقي نفسك اللي هو انت عامل حساباتك اوكي الknowledge من برا ايه يا جماعة 10 دولار الساعة وقتا ما كنا ايام ما كنا بعشر دولار الساعة بس لا تسي 10 دولار الساعة بس هو اكتري بيتكلفك 12 دولار فانت حساباتك مش كده اوكي اوكي انا اتننت عنا كويسا اوكي 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 انا 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 تمام فا استنى طيب بديني سانية فده مثلا موضوع ال staffing ده كان حاجة خطيرة نقطة تانية موضوع suppliers انت موضوع ان انت لا ده محكوم بسكاريو المعين ومحكوم بمصاريف معينة وبحاجات معينة ومن امام order معين فالموضوع انت مكانش زي ما انت متخيل موضوع HST وتعد تحاسب مين دفع اي ومين عمل اي فاكتشفت ان في كمية paperwork جنب الoperation نفسها كتير اوي موضوع الpayroll لازم يتعمل بطريقة معينة موضوع bookkeeping والfinancing لازم يتعمل بطريقة معينة source deduction وترجع فلوس مش عارف ايه ففي كمية حاجات كنا فانا كان عندي بزنس في مصر وكان واشتغلت وطول عمري عندي side business مع corporate بس ما كانش ما كنتش حاسس بكل ده لان support staff بنسميه محاسب محامي bookkeeper كل support staff ده هناك مش expense فبالتالي لما جيت هنا لقيته اكتر من staffing ولقيت ان انت لا انا مش هقدر اعتمد على كم support staff ده كله فانا محتاج انا اعمل بنفسي حاجات كتيرة جدا فبدل ما كانو هم بدي promise في الاول ان انت monday to friday من 8 ل 2 اكتشفت ان لا انت 9 ايام في الاسبوع من 8 ل 12 بالليل كل هوم فكانت فكانت دي ال canadian experience لما بنيجي نقول فانت لما بتيجي بعد كده تعمل structure للبزنس بتاعك حتى دلوقتي من day 1 انت عارف what to expect وعارف انت محتاج ايه وعارف structure كمان بيفرق موضوع انت corporation ولا federal corporation ولا انت ontario corporation يعني انا حاليا انا بها عمل دعاية من خلالك انا في تابعة KMA في كناتا عاملين حاجة اسمها otwa muslim business association omb.ca عشان نجمع فيها as much as possible الناس اللي حاب تعمل business واللي عنده already business وازاي نعمل network وبنعمل sessions كتير اقوي كل شوية بنintroduce what to expect قبل ما تفتح business حتى كنا لسه في session كان حد عايز يعمل training center بتاع اطفال فاللي هو قلت له بس روح يسأل license قال لي لا ما already سألت على اطفال انت سألت any license انه يفتح location تقول لا انت هتتتعامل مع اطفال فالتعامل مع الاطفال انا شوف عندي experience من زاوية lunch lady وطل لا بص التعامل مع الاطفال هنا very sensitive فانت تروح تسأل ازا ممكن يبقى عندك الرجل فوجئ بان كم الورق المطلوب انسان فبس فدي ده اللي انا بريفير لي دايما ال canadian experience في بالزبط وغير كده لان برضو في نقطة تانية مهمة know your customer يعني الkyc ده من حاجات المهمة اوي ان انت تعرف ال customer بتاعك لان ممكن احنا هنا بنتعمل مع one stereotype of customer انت هنا عندك multicultural عندك كل community ليها تفكيرها وليها دماغها وليها system وليها طريقة اللي تقدر تأبروش بيها فشوف المنطق بتاعك او service بتاعتك انت هتبيعه فين هتبيعه المين ازا توصل لهم ازا هنخش تاني في كلمة network لات الناس تعرف او خلي الناس تعرف اي الbusiness بتاعك talk about خلي يعني فهم كده بس ف لا 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 سوري تفضل يعني كنت عايزة يعني طبعا لو تحب تشير للموضوع يعني انت الbusiness بتاعك برضو تغير كذا مرة يعني انت بدأت وغيرته وده انا شايفه من عوامل النجاح يعني ان انت كانش عندك الفيكس ماين سات يعني عندك انت قابلية ان انت تبقى فليكسبل وان انت تعرف انه والله خلاص الحتة دي لا مش 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 خلينا نحرك حتة شوية يعني معرفش هل دي حاجة من الحاجات اللي نقدر نحطها تحت الكنيديان او البرسونال لان انا حصل معايا انا كانت عندي فكرة الناس كلها معطردة عليها كلما مكلم حد يهاجمني في الكنس ولكن انا شايف من وجه نظري الشخصية انه حتة ان انت لو عندك ان انت تنوع مصادر الدخل بتاعتك من البزنس تنوع بتاع البزنس جامد ده هيكون افضل فانت لو عندك منتج بدل ما تفوكس على منتج واحد بس لكاستمر واحد بس وتحط all your egg in one basket لا فكرة انك تدع ال opportunities بالنسبالك مع الاحتفاظ بفكرة ان انت you can handle it متشتيتش نفسك فمثلا انا كان عندي نفس كتشن الصبح بن operate lunch lady من الساعة 8 لل الساعة 2 زي ما قالوا لي وبعد الظهر بأقجره وجيت عملت تعديل في kitchen بحيث ان يبقى في جزء منه take out وأقجرت take out فال فالidea دلوقتي بقى عندي lunch lady وبقى عندي take out وبقى عندي بعد الظهرة بقى أقجر kitchen ايه اللي حصل لما lunch lady وقعت والبندامي جاء فالtake out ما فيش business ولunch lady ما فيش ما فيش lunch lady فدلوقتي ايه الحل الكيتشن بقى عنده demand اكتر للتأجير لان كل واحد قفل مطعمه وعايز يعمل مش عارف ايه فبقى بييجي فالحمد لله عدينا المرحلة باستابلتي اكتر فقدر تطفع ايجار المكان لان حصل ناس كتيرة قوي قفلت وناس كتيرة حصل كوارث في الفود بزنس واكبر bankruptcy rate حصل في تاريخ كندا كان في الفود بزنس مع الاسف 23% of all bankruptcy بس coming from فود بزنس فالقصد ان انت لما بتنوع البزنس بتاعك شوية بس هي نفس الفكرة ان انت في نفس المكان بس بقى عندك ثلاثة revenue stream فلما واحد منهم وقع الاتنين التنين شوية شيلوا لما الاتنين وقعوا سبحان الله التالت بقى هو المين فبقى هو سوري بقى هو المين فبقى هو اللي بي support ي فنفس الفكرة بقى applied بقى بعد ما اوكي طب خلاص انا الحمد لله دلوقتي كانتك kitchen بقى شغال كويس وبقى مش عارف طب انا عايز اعمل حاجة تانية مع كانتك kitchen بحيس يبقى عندي الportofolio مختلف شوية فدخل لك قوي تسمع للadvisors النهاردة انا عندي advisory board ما بقدرش اتحرك اللي بي ما بقدرش لازم بنعمل weekly meeting وهي جماعة ادي الموضوع واحدين تاتة اربعة كل واحد من الarea اللي هو جاي منها بيديك الadvisors بتاعته فبقينا النهاردة عشان تقدر تdevelop حاجة او الـ scale اللي انت نفسك توصله في البزنس لازم تبص لازم تسمع لازم يعني لما اول ما ابتديت البروجيك بتاعته دلوقتي اللي انا شغال فيه جوهوست ده هو airbnb for kitchens ده ده simple بتاعه اسمه gohost now dot com فالفكرة اه كويسة وكل حاجة بس هي مش appealing للإنفسترز مسلا فالإنفسترز لا عايزين حاجة فكرة بشكل معين عايزين فطب اوكي how we can adapt الcomments دي في البزنس how we tweak the business عشان يبقى more appealing more scalable ممكن يعني فهم خلي بلاش الone-tone vision خليك open-minded اسمع لكل الناس كبير وصغير experience ومش experience واكلم كتير انا باعرغي كتير فأنت لازم تcontrol my time عشان مسرحش منك فده ده اللي أقصد ده مهم جدا ان انت تبقى flexible في حتة البيزنس لان انت لو لو بقيت one-tone vision لأ ممكن ممكن توصل وناس كتير بتوصل بس بتقع في النص كذا مرة بتدخبط جامد بيبقى بيبقى الظروف مختلفة فالقصد فالقصد بي flexible بس مهم طيب انا يعني انا عارف ان احنا ممكن نحن بتكلم ساعتين ثلاثة ما نخلص يعني كلام جميل انا متأكد ان ان انت عملت ما شاء الله معلومات جميلة جدا جدا بس بس انا انا ممكن نعمل حلقتين ثلاثة بس 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 محاول يعني ناخد روشبتة من استاذ عمر الجندي قصة كلها كمهاجر بدور على كريره شغل وبيزنس يعني اتحرك ازاي يعني لو بديت واحد دين ثلاث اربعة كده روشبتة كده نفكر ازاي من الاخر وباختصار شديد ولو هي ف 123 point كده هتبقى نمرة واحد خليك flexible 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 سواء كان في الشغل سواء كان في البيزنس في الشغل اقبل بأي حاجة اشتغل اي حاجة ابدأ بأي حاجة روح احضر ساشن اسمع للناس استفيد من كل اي ريسورس قدامك ايا كان هو اي صغير كبير الواحد ياما راح حضر ساشن في حتة ما تخطرش على بال حد بس بيلاقي فيها لو خدت من كل ساشن كلمة هتكون الفكرة اللي انت عايز توصل ها تاني حاجة ال network لازم يبقى عندك network كويسة مش بس عشان يعمل لك referral زي ما انت نار دا كنت تقول يا احمد that's one of the thing اللي هي ممكن تستفيد منها من network بس network ممتازة في حتة انت بي اي دا في مجال حاجة كده دا ممكن اعمل حاجة كده مش كلنا فانت لازم تريتش اوت لأكبر عدد ممكن تقدر توصل له والموضوع دا يعني قوي جدا في كندا سوشال ميديا بتاعتك لازم تهتم بها كويس لينكدين لازم تهتم بها كويس حتى انديد والبروفيل بتاعك لازم تهتم بها البروفيل سوري بتاعك لازم تهتم بها كويس فحطة ان انت يبقى عندك network قوية دي تاني نقطة من اهم ما يكون التالت حاجة لا تندم على لبن المسكوب كل واحد هيقعد وانا كنت كنت موت وانا كنت مش عارف بعمل ايه زمان اوكي انا كنت بقول كده كتير يعني فهم وانا ما زلت بقول لغاية دلوقتي لما المودي بقى مش قد كده بس ده مش يعمل لك حاجة ده مش هيفيدك بحاجة ده انت بتكسر ما ديف نفسك بنفسك فبس خليك على ثقة دايما او خليك على ثقة علشان مش عارف لي احنا بنتكلم بصغة المذكر دايما بس اي حد ها ها خلي بالك اللي من دول انا القصد ان كل حد يبقى عنده عنده يقين ان قصتك مش اسوأ قصة مهما كان عندك ايه من الظروف فقصتك ليست اسوأ قصة ولا انت الوحيد اللي حصل له كده ففي مئة ألف واحد حصل له كده قبل كده وفي مئة ألف واحد في كندا ومصري وفي قطوة وجنبك وسكن في البيت اللي جنبك وهتلاقي نفس قصتك ونفس ظروفك ونفس اللي حصل لك والكلام ده يعني خليني اشير معك ويك لكده حاجة كنت بعملها وانا صغير لما كنت هتخنق مع ابو يا بقى الله ارحمه وكنت هتخنق قوي وبعدين اروح طالع على المؤطم واقف على كورنيش المؤطم من فوق فتتفرج بقى على البلد قدامك كلها بالليل بتبقى عبارة عن لومة بنور كلام ده انا بحكي لك وانا سنوي مثلا وانا حاجة كده فكنت لما بص على لومة بنور دي واسرح ان كل لمبة من دول عبارة عن بيت وقسرة ومشاكل وحياة ففي الاخر انت لمبة انت لمبة من كل اللومة سبحان الله لما اشتغلت في الطيران بقيت اشوف الموضوع من فوق انت لما بتطيارة بتشوف بقى قاهرة كلها قدامك فانت ضلعت ولا حاجة اصلا فهي دايما نفكر فيها كده مشكلتك في الاخر هي لمبة في the entire city أو the entire country أو the entire globe أو 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 كلما تزوم بقى هتشوف انت حاجة من المشكلة بتاعتك مهما كانت والحاجة التانية برضو personal experience يعني انا مريت بظروف كانت من اصعب ما يمكن ان حد يتخيل وكلما ببص عليها النهاردة اقول سبحان الله انا واقف على رجلي وامته وعديت والحمد ربنا كرمني فهو كرم ربنا اولا واخيرا لكن في الاخر اه انا واقف على رجلي يعني ما جرليش حاجة فان شاء الله كله هيعدي وكله يبقى كويس وكله ويوصل للجول اللي هو نفسه فيه في الاخر وفي الاخر ربنا مش هضيع تعب حد ابدا يعني بس دول تربعة مش فاكر قلت كم نقطة انا ترك انا رغاية وزودت على المكانية تاعة الجوب والبزنس طبعا دي حاجة اه 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 انا في النهاية طبعا بحب ان انا اسأل ديوفي اذا فيه امكانية ان انت تبقى كوتش او منتر لناس بيمروا بالتجارب دي ويوصلو لك ازاي يتكلموا معاك ازاي يعني تعلموا من عمر الجل ازاي اه انا يعني انا 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 احبش كلمة تعلموا منك دي وتاعة وتاستزني انا حياة خفيفة وبسيطة كتير اه لا انا في الفود بزنس انا عندي امرجن دوت قام اه اه اديك الاسم واللينك اه ممكن تشار مع البوست امرجن دوت قام اتس فود بزنس كونسلتين لو حد حابب يدخل في مجال الفود بزنس يفتح مشروع بزنس فود بزنس عايز يعمل فيه فيه حاجات كتيرة قوي في مجال البزنس في مجال الفود بزنس تحديدا ممكن تتعمل غير ان انا اروح هدفع 200 ولا 300 الف دولار وافتح محل شاورمة ارجوكو كفاية شاورمة فده ها ده نقطة النقطة التانية ففيه ناس كيبت تفوج ان فيه حاجات كتيرة قوي في الفود بزنس تتعمل غير كده فليه نقطة كبزنس كونسلتين والحاجة التانية اذا برسونل بقى هبعط لك اللينك دين بتاعي عمر الجندي هتلاقوا اللوغو بتاع جوه host there وريتش out me reach to me على لانكدين as a personal conversation انا يعني وبي مور دان هابي ان انا اسست في اي حاجة طبعا مرس مذكورك عمر الجندي تستميليك ومعلمات جميلة جدا وفي حكم كبيرة الله يخليك الله يخليك مرس كلام كبير جدا يعني دي خبرات جندة جدا بتاعي الناس بتدفع فلوس كتير جدا عشان تاخد الكلام اللي انت بتقول كل ريليا انا شخصيا دفعت فلوس كتير اه كلنا كلنا نتعلم على يدي الحمد لله يلا الحمد لله طبعا والله ده انا اللي مرسيليك احمد ان انت اتحتري الفرصة دين يا شير ازمتش انقل الناس لاني لو حد واحد بس ايساف هم 10 دولار انا او بجد اشكرك على الوبرتونيتي دي وربنا يبرك ويجازيك الله خير على اللي انت بتعمله ويعني ان شاء الله بإذن الله ربنا يوفقنا جميعا للي احنا عزيزين اشكرك يا احمد جدا اشكرك جدا معامر ولو في استفسرات تاني من الفيديو ان شاء الله يمكن نطلبك في خوار تاني كده جزء تاني بقى ماشا انا المرسينيك يا احمد قدر خيرك يا الله سلام اشتركوا في القناة